بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا بكم المرارة ومشاكل المرارة احنا الحلقة اللي فاتت اتعرضنا للمرارة بصورة عجلة الدور ده مع بعض التفصيل هنشوف ايه اسباب التهاب المرارة ايه اعراضها ازاي نشخصها طبعا دي مهمة الطبيب بدرجة الاولى مضاعفاتها لو احنا طنشنا مع الجنهاش وصدناها فطرة طويلة اللي ممكن يحصل ايه الحاجات اللي ممكن نتجنبها عشان ما تجنناش المرارة ما تلتهبش ايه الحاجات اللي نعالج بيها المرارة سواء جات بصورة حدة او جات بصورة مزمنة كل ده هنحاول ان شاء الله باذن الله في الحلقة دي باذن الله نتعرض دي معنا لسلايد الاولاني المرارة ما كانها فين الاول زي ما قلنا الدور اللي فات مرارة في الجانب اليمين من اعلى البطن من الناحية اليمين في قدامنا الصورة بتوضح لنا مكان المرارة وبالنحية التشريحية بتاعتها المرارة زي ما احنا شايفين الفوق ده اللي مغطي المرارة ده اسمه الكبد اللي لونه احمر طالع من المرارة قناة مرارية اسمها قناة قناة المرارة بتلتحم مع قناة اللي طالع من الكبد عشان تكونني حاجة اسمها القناة المرارية العامة والقناة المرارية العامة معدية من وراء ده الاسم عشر ده الاسم عشر وان ده الكبد كل ده الكبد وان ده المرارة ودي القناة اللي طالع من المرارة هي في الرسمة هنا طويلة شوية هو طولها بيبقى حوالي زي اتنين سنتي تلاتة سنتي اربعة سنتي وبتلتحم مع دي قناة المرارية بتاعة الكبد عشان تكونني القناة المرارية العامة اللي بتمشي وراء الاسم عشر لغاية ما تفتح فيه الاسم عشر بنفسه ده البنكرياس كل ده البنكرياس القناة المرارية العامة بتلتحم مع القناة البنكرياس عشان تفتحين الكلام ده ليه اهمية معينة ازاي الحصمة الزحلة تعمل لي انسداد في القناة دي وتعمل لي التهاب في البنكرياس طيب نبتدي بالسلايد الاولاني نشوف ايه الاسباب اللي ممكن تخلي المرارة تلتحف السلايد الاولاني زي ما احنا شايفين كده اهم سبب ويمثل خمسة وتسعين في المية من اسباب التهاب المرارة هي الحصوات وقلنا قبل كده الحصوات نوعين نوع بيتكون من الكوليستيرول وديه الاغلبية حوالي 80% من الحصوات المرارة بتتكون من الكوليستيرول الناس اللي عندها سمنة زيادة وكوليستيرول عالي عرضة اكتر لتكوين الحصوات اللي من النوع ده النوع التاني بيبقى معمول من مادة الصفر اسمها البيلوروبين وأقل شوية من حصوات الكوليستيرول فده اول سبب هو وجود الحصوات بالمرارة ده بيعمل الالتهاب في المرارة ممكن حاجات تانية بتعمل الالتهابات في المرارة الناس اللي محجوزة في العناية مركزة في العناية مركزة الحالات الحرجة برضو بتلتهاب المرارة فيها التهاب بيبقى اسمه التهاب مراري حد خطة في المرارة تعمل التهاب لو جه وصل ميكروب للقنوات المرارية المسارات المرارية اللي جوه الكبد واللي بره الكبد لو حصل فيها التهاب بكتيري ده برضو يعمل حصوة انسداد القنوات المرارية بايه؟ بحصوة أو بورم في أسفل القناة المرارية العامة يسد كل السكة اللي شرحناها الفوق دي يحوش المرارة فوق ويبقى بقرة لتكوين الكون المرارة تركن في القناة المرارية العامة ده بمهد لتكوين الحصوي ممكن إيه تاني أسباب تاني الناس اللي عندها نقص مناعة إمتى بنقابل نقص مناعة ده بيجي المين بالزبط بيجي الناس اللي عندها سرطان دي عندها نقص مناعة منعيتها بتبقى قليلة الناس اللي عندها سكر منعيتها قليلة الناس اللي عندها مرض نقص المناعة المكتسب اللي هو الإيدز المناعة بتاعتها قليلة الناس اللي عملت عملية زرع سواء زرع كبد زرع كلا أي نوع زرع بنيديها أدوية مسبطات مناعة فدي بتقلل المناعة ليه بنيديها مسبطات مناعة ليه لأن دي هي اللي بتخلي الجسم ما يلفص ما يطردش الجسم الجديد اللي احنا ركبناه جوه الجسم سواء كبد او كلا او غيره كل دي اسباب تعمل لنا التهاب في المرارة طب ايه اعراضها قلناها الحلقة اللي فاتت برضو اعراض التهاب المرارة بيبقى فيه اهو الستير سلايد ما بيبين لنا الم الم ده موصفاته ايه الم ده مكانه مكان المرارة بيسمع في حتة تانية بعيد عن المرارة هنقول لتنين مكانه مكان المرارة يعني في الجانب الايمن من اعلى البطن تحت الكبد زي ما احنا شفنا الصورة ده مكانه بيسمع فين بيسمع فيه الكتف اليمين الكتف اليمين وفي الظهر من وراء زي ما قلنا عظمتين اللوح اللي وراء اللي وراء دولة ما بينهم بيجي بيسمع الوجع بتاع المرارة طيب ايه غير القلم عرفنا مكان القلم فين ولسه برضو موصفات القلم ما قلناش كلها بيستمر قد ايه بيستمر حوالي من ساعة لخمس ساعات في الاغلب يعني اقل من ساعة شوية نصف ساعة او اكتر شوية لو استمر اكتر من خمس ساعات بنسميه التهاب مراري مزمن ونفكر في حاجة تاني غير ان يكون السبب بتاعها التهاب في المرارة زي ايه ممكن بقى في الحق لو استمر اكتر من خمس ساعات يبقى كده احنا نفكر وممكن فان حصوية زحلقت سدد القلم مراري دي ليها علاج وليها وضع تاني خالص وليها صورة تانية مختلفة شوية عن الوجع المراري بسبب التهاب المرارة طيب خلصنا القلم عرفنا مكانه عرفنا بيسمع فين عرفنا بيستمر قد ايه طيب برضو لسه في نقطة القلم ايه اللي بيجيبه الاكل الاكل في البداية المريض بيقولك الاكل اللي فيه دهون بيتعبني الاكل اللي فيه دهون بيتعبني بعد كده بعد فطرة سانة ورد تانية وهو مطنش بيبقى اي حاجة بيأكلها بيستفرخ اي حاجة بيتعبه اي اكل بيتعبه احنا لسه موضوع اللي استفرخه ما قلناهوش لكن بيكلم بالنسبة القلم اي اكل يبقى في البداية الاول اكل الدهني بعد كده بيبقى اي نوع من انواع الاكل بيأكلوا بيحس بيقصروا هضموا بيحس المنطقة بتاع فم المعدة مش مريحها وفيها قلم خلصنا من القلم ايه الاعراض التانية اللي ممكن تيجي لمريض التهاب المرارة ممكن يجيلوا استفراخ قيء وغسيان وبرده قيء برضه نفس حكاية في البداية بيبقى مرة مرتين بعد كده بيبقى متكرر على طول على طول طول ما هو قاعد عمال يستفراخ ان شاء الله حتى بيقول لي بشرة كوبية مية بيستفراخ ده فين في المرارة المتأخرة اما ساب المرارة سانة والتانية والتالتة بقى الالتهاب بقى مزمن وبقى شديد فما بقاش يستحمل اي حاجة حتى بقى المية طيب قلنا الالم وقلنا القيء والغسيان ممكن تيجي يجولوا بصفرة يعني ايه الصفرة ده مرض نتيجة غالبا نتيجة انسداد القناة المررية العامة بحصوية حصوية ازا حلقت من المرارة نزل تسدد القناة المررية العامة اعراض الصفرة ايه بنلاقي بيض العين لونه اصفر ولو سبناه شوية بنلاقي الجسم كله اصفر لو اهمل تلات اربعة خمس ايام بنلاقي الجسم كله اصفر بنلاقي لون البول اتغير بقى لونه زي لون الشير خفيف بنلاقي لون البراز اتغير بقى شكله زي لونه زي لون الطحينة بقى فاتح بفتح زي لون الطحينة بنلاقيه بيهرش في جسمه نتيجة املاح الصفرة بتعمل هرش في الجسم طيب قلنا قلم قلنا قيء وسيان وقلنا الصفرة ممكن لو حصل التهاب بكتيري البكتيريا كمان جات ممكن نلاقي العيان سيخن ومش بس سيخن في صفة خاصة لالتهاب الجهاز المراري انه دايما العيان مع السكونة بيرتعش تلاقيه رحشة جامدة جتله وتلاقي الحرارة بتاعته من النوع اللي بتطلع فوق التسعة وتلاتين الحرارة بنقسمها لحرارة منخفضة شوية في الارتفاع زي سبعة تلاتين ونص بتاع دي بعض الامراض مثلا الزايدة في البداية لها سبعة تلاتين ونص سبعة وتلاتين تلاتة بنعشر ما توصلش احنا لنص يعني سبعة وتلاتين لو التهبت ما فيش اي مشاكل ده بتكلم على زي ده في حاجات في النص المرارة اللي بتصخون بتبقى درجة حرارة تلاتين ولا حاجة وفي حاجات بتترفحها قوي من ضمن الحاجات اللي بترفع الحرارة فوق تسعة وتلاتين واربعين والتهاب الجهاز المراري فممكن لو حصل مكروب على الحصوات دي ممكن درجة الحرارة تبقى مرتفعة جدا توصل لتسعة وتلاتين واربعين وواحد واربعين دي الاعراض بتاع التهاب المرارة ازاي نشخصه طبعا دي مهم اه منار معانا منار منار صداليا منار علو ايه منار ازاي ازاي يا دكتور اه دكتور بعد اذن حضرتك اه انا جوزي كان عامل عملية المرارة تمام اه فهو دلوقتي خايف اه ان مكانها يلتهب يعني هو بيحس بقلم جامد في بطنه عملها دي بقى ايه يا منار هو عاملها من حوالي ست شهور يا دكتور اه تمام فهو فهل ممكن مكانها يلتهب مثلا مكان العملية يلتهب وعايش اللي هو يعمله لو فيه تحليل ولا حاجة بحيس ان احنا مستمن فيه تحديد طبعا بس اعايز اقول حاجة ومن ست شهور زي الفل ومفيش اي مشاكل مفيش اي مشاكل خالص خالص ولا ارتفاع في داقة حرارة لا 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 خالص خالص هو الواجع بتابع يحسي بي دلوقتي طيب ومكان الدكتور مركب له خرطوم في جنب وكان بيجيب اي سائل اصفر بعد يوم ولا اتنين بشكل خرطوم مفيش اي مشاكل لا ما كان يعمله اي مشكل طيب ايه اللي مخول فيك يا منار ان هو دلوقتي بطنه واجعاي يعني بطنه واجعامي يعني مش عارفين هل ممكن الممكن الممكن هيلتهب ولا ممكن تبقى حاجة ثانية لا هو مش باكانة المرارة لو تشالت كلها ما تسبش منها حاجة يعني احيانا قليلة احيانا في احيان قليل المرارة بيتسبنها جزء شفناها بس مش كتير يعني لو تشالت كلها مفيش حاجة ما كانها يلتهم الا اذا حصل مشكلة في العملية زي ايه مثلا زي قناة مرية العامة اتعورت بيحسد تسريب للسائل المراري وده تبص نعرفه ازاي نلاقي الخرطوم اللي بيركبه الدكتور في الجنب بعد العملية بيجيب كميات كبيرة لتر او 200 سنطي بيجيب سائل اصفر اللي هو السائل المراري على مدار يوم واثنين وثلاثة وخمسة ما حصلش كده والدكتور شال الخرطوم وما فوش سوائل بتيجي يبقى العملية السليمة ما حصلش نزيف ما حصلش اي مشاكل فإيه اللي خليكي تقلقي لو بطن واجعه بعد اذنك يعمل بعض التحليل ويعمل اشياء تلفزيونية ايه التحليل اللي يعملها طبعا انا مفروض عنيه سفرت ولا حاجة بعد العملية خط قطع ولا ايه لو عنيه ما سفرتش اوكي لو عنيه ما سفرتش وما حصلش السائل جي من من المرارة من الدرنقة اللي محطوطة في جنبه الموضوع ما فوش اي مشاكل على كل حال يعمل اشياء تلفزيونية ويعمل حاجة اسمها جي جي تي تحليل والكلام فوسفاتيز والسيرام بلوروبين التوتل والضايرت دي التحليل المطلوبة ما عرفش اسمها بالعرب ايه فدي التحليل المطلوبة عشان ايه يتطمن على نفسه خاصة بس بعد ست وشهور صعب يبقى فيه مشكلة نرجع ليه بنتكلم على الاعراض خلصناها ازاي نشخص ازاي نشخص ان المريض ده عنده التهاب في المرارة وان اغلب الالتهابات بتاع المرارة اغلبها بيبقى في حصاوي اول حاجة الفحص الكلينيكي اللي بيتم بايد الدكتور بيسأله شوية اسئلة عن الحاجات اللي احنا استعرضناها من شوية وبيتفحص مكان المرارة بيشوفها ازا كان فيه الام في مكانها ولا بيسأله الوجع بيسمع فين مشوية تالسئلة اللي احنا سألناها دي نبراحة يبقى الفحص الكلينيكي اللي بيتم عن طريق الدكتور بنعمل حاجة اسمها اشعة تلفزيونية بتبينها اشعة تلفزيونية دقتها في المرارة في النهاية توجد لنا الحصاوي في المرارة نسبتها 90% يعني نسبة عالية وكويسة جدا الاشعة المقطعية يعني مش بنلجع لها كتير لان الاشعة تلفزيونية ارخص ومتوفرة في كل مكان الاشعة المقطعية يعني غالية ومشتوفرة في كل مكان الحاجة التالتة التحليل التحليل بنعملها لو المرارة ملتهبة الالتهاب مزمن وما فيهوش اي مشاكل غير الالتهاب المزمن بيبقى التحليل اغلبها كويس ما فيهوش اي مشاكل ما بيتشاورش عنه فيه التقافي مرار ممكن نلاقي شوية إنزمات الكبدي مرتفعة شوية لو في حصوية إنزلة القناة المررية العامة هنلاقي بعض التحاليل عالية اللي أنا لست أمليها للأنزلة المنار اللي سأل السؤال بنلاقي بعض التحاليل زي إيه زي الصفرة اللي هي عالية زي بعض إنزمات اللي بتفرز في جهاز المراري الجي جي تي والالكنافس نلاقي الحاجات دي عالية لو لقينا حصوية كانت إنسلة لكان بقية التحليل لو هي سيمبل كده مرارة ملتهبة التهاب مزمن بس ما فيهوش أي مشاكل لأغلب التحليل ما بتشاورش وتقولني فيه التهاب في المرارة يبقى التشخيط قائم على حاجتين أو ثلاثة الفحص الإكلينيكي بقيد الدكتور والأشياء التلفزيونية والتحليل اللي زي ما قلنا مش غالبا بتشاور قوي على بتاعه الفحص بتل الأشياء التلفزيونية هو أهم حاجة وده اللي ما ينفعش الدكتور يخش من غيره العمليات يعني لو الأعراض المرارة مكتملة تماما في المريض والمرارة بتقول أنا مرارة ما ينفعش الدكتور يخش العمليات وغير في إيده وثيقة بتقول إن فيه حسواية في المرارة أو فيه التهاب في المرارة يستدعي العملية ده أساسي طيب مين الناس اللي جي لها المرارة أكتر من غيرها عوامل خطورة مين الناس اللي تصاب أكتر من غيرها نمر واحد السيدات نمر واحد السيدات السيدات دايما أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المرارات عن الرجال الناس اللي عندها في عائلتها ناس الولدة أو الخالة أو بذات ناحية السيدات عندهم التهابات في المرارة بيبقى دولة أكتر عرضة إن يصابوا بالالتهابات المرارة من غيرهم يبقى قلنا السيدات لو التاريخ المردي للعائلة إيجابي يعني في حد بيشتكى من المرارة قبل كده في بعض الأمراض المريض بتاع السكر المريض اللي عنده أمراض قلب فيه برضه بعض الأمراض الكلة في المتقدمة في آخر مراحل كل دولة ممكن عرضة إن هما يصابوا بالالتهاب المرارة الحصول طبعا الناس اللي بتاكل دهون كتيرة اللي عندهم كوليسترول أو اللبز عالية في الدم دي أكثر عرضة بكتير عن غيره الناس التخينة يعني ممكن الواحد بيعنده كوليسترول عالي في الدم بس مش تخين الناس اللي بتفقد الوزن أو تكتسب الوزن بسرعة وكلمة بسرعة يعني بيفت الوزن أكتر من نص كيلو لكيلو في الأسبوع اللي أكتر من كيلو في الأسبوع بيبقى عرضة إنه هو يجيله حصاوي في مرارة أكتر من غيره الحمل برضه دايما بيصاحبه احتمالية تكون حصاوي العمر المتقدم بنقصد بيه العمر كل ما السن كبر كل ما احتمالية الإصابة بالحصاوي المرارة أكتر ونقصد بالتقدم فوق سن الاربعين أكتر من سن الاربعين دي عوام الخطورة طيب نتكلم نجيب السلايد بتاع المضاعفات المضاعفات ايه لو احنا سبنا المرارة ايوة تمام لو احنا سبنا المرارة وما سألناش فيها لفترة طويلة ممكن بيحصل شوية مضاعفات نكتبه قدامنا ايه؟ نصور يعني ايه نصور؟ نصور يعني امبوبة او فتحة ما بين المرارة وعدو اخر المرارة بتفتح على عضو اخر غالبا بيبقى الاسن عشر واحيانا بتبقى القناة المرارية اللي طالعة من الكبد بيسموه مريزي سندروم لو حصل ان المرارة فتحت على الاسن عشر بييجي تيجي الحصوية اللي جوه المرارة بتتزحلق من خلال الفتحة دي وتنزع الاسن عشر وتعمل انسداد معوي العيان بييجي بانسداد معوي يعني ايه انسداد معوي؟ يعني العيان ما بيصرفش الاكل بلاقي بطنه علت ما فيش تصريف ونلاقي الام شديدة ومنلاقي استفراغ ومنلاقي مساك فيش تصريف فالعيان بيجي له حاجة اسمها انسداد معوي ده وضع برضو خطير جدا ويستلزم تدخل طارق طيب ايه له التاني لو المريض مسألش ممكن المرارة يحصل ان الحصوية مش تنزل قناة المريضة عامة بقى تسد القناة المريضة بتاع المرارة اللي انا شو أحطها في اول حلقة اما تسدها يبقى المرارة نفسها ما بتصرفش العسارة المرارية فبتفضل تنتفخ 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 ممكن تنفجر ويتعمل حاجة اسمها الالتهاب بريطوني الالتهاب البريطوني بتاع السائل المراري من اشد انواع الالتهاب البيطوني يمكن اشد من يمكن اشد من الالتهاب لو الامعاء انفضت الحقيقة الاسف الموضوع لسه مخلصه بيقولولي في الكنترول الحلقة خصت نلقاكوا على خير ان شاء الله الاسبوع القادم في نفس المعاد على قناة الصح والجمال الساعة 10 مساء شكرا شكرا